اشتركوا في القناة ومعنا دلوقتي محافظة قناة اول شؤال طبعا الديالوج بيقول لي حازم عايز اشتري تلفزيون سمارت الاسيستنت بيقول له اقدر اساعدك ازاي افاندم حازم طبعا هيقول له انا عايز اشتري سمارت تيفي طبعا اي وانت تو باي انيو سمارت تيفي الاسيستنت بيقول بص كده على التلفزيونات ديت ده كلهم جداد حازم بيقول هل هما من نوع سمارت اللي هي الاجهزة الاجهزة التلفزيون المتطورة يعني الاسيستنت بيقول له 8000 جنيه يبقى السؤال عن السعر بعد كده حازم يسأل السؤال اجابته من الاسيستنت 20% ايوة ده فيه يعني خصم 20% يبقى يقول له طبعا في السؤال هل عليه خصم يبقى طبعا شلنا الياس جبنا اجب المصدر من هاز اللي هي هاف ماشي بعد كده حازم ايه حاجة عظيمة ان هو عليه ايه خصم 20% هيقول ايه بقى بعد مول جريت هقول طبعا انا هشتريه يبقى ايه بايت طبعا الكلمات اللي جوه البوكس لازم يراها الاول عندنا سبيشيال خاص ادفايس نصيحة مبادرة 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 حياة كريمة مبادرة حياة كريمة يبقى نمبر وان ايه بقى ايه بقى انا زهبت اللي ما كتبت مدرسة ماي فريند حازم يبقى مع صاحبي حازم يبقى نمبر 2 هتبقى with بعد كده اتنين مدرسين ساعدونا هناك ادونا ايه ادونا ايه في كيفية استخدام الانترنت علشان to find more information علشان نجد معلومات اكتر تبقى الاجابة رقم ثلاثة ادونا نصيحة او مجموعة نصائح بعد كده كانوا خدمين and i thanked not of them i thanked both of them انا شكرتك الهما يعني شكرتهم هما الاثنين ويلا بينا على السؤال التالت القطعة بيقول لي one day one day and all the men came to our village راجل عجوز جاه القرية بتاعتنا to visit a friend عشان يزور صديق his friend was a poor farmer صاحبه ده كان فلاح فقير فلاح مسكين when the old man saw the farmer لما الراجل العجوز شاف الفلاح he became very pleased اصبح very pleased يعني very happy but he found that his friend was poor and sad لكن وجد ان صاحبه كان مسكين كان فقير وحزين so he decided لذلك هو قرر to help him and make him happy the old man put his finger on a small piece of rock which he suddenly turned into a piece of gold طبعا هنا يا جماعة فيها عنصر خيال شوية الراجل العجوز حط سبعه في قطعة من الصخر اللي فجأة اتحول له قطعة من الدهب he gave it اعطاها الايتي تعود على ايه؟ على قطعة الدهب ذيت he gave it to the poor farmer اداها للفلاح المسكين but the old man saw that his friend was still unhappy لكن الراجل العجوز شاف ان صاحبه ده اللي هو الفلاح ده كان لسه مازال unhappy يعني غير سعيد so he did the same thing again لذلك عمل نفس الشيء مرة تانية but this time with a bigger piece of rock لكن المرة ده مع قطعة اكبر من الصخر however the farmer was still sad لكن الفلاح كان لسه مازال sad يعني حزين the old man became amazed the old man became amazed الراجل العجوز اصبح amazed يعني منداهش and asked his friend وسأل صاحبه how can i make you happy my friend اسعدك ازاي يا صاحبي his friend replied رد بقى صاحبه اللي هو الفلاح ده وقاله i want you to give me your finger انا عايزك تديني صباعك السؤال الاول the farmer was not الفلاح كان ايه يا جماعة pleased happy يعني فرحان or happy or unhappy or rich طبعا اجابة unhappy اللي هي لتر c بعد كده number two the farmer wanted the old man's نقط الفلاح كان عاوز ايه بتاع the old man's طبعا finger والي ظهرت في اخر جملة بعد كده رقم ثلاثة هزي underlined where the it refers to that it d تعود على ايه اللي هي a piece of gold قطعة الذهب السؤال الرابع يا شباب where did the farmer live الفلاح عايش فين كان عايش فين طبعا اللي جابها في اول سطر يعني في قرية السؤال خامس why did the old man decide to help the farmer ليه الراجل العجوز قرر انه هو يساعد الفارمر يساعد الفلاح ليه اللي جابها طبعا because he was poor and sad لانه كان مسكين كان فعير وحزين ودي برضه موجودة في السطر الثالثة عندكو السؤال السادس what do you think of the farmer ايه رأيك في الفلاح طبعا بقتها بحط اي رأي بقى على حسب فهمك هو بقوله في الاخر ادينا الصبع بتاعك لو بيحول الصخر لدهب يبقى انت ممكن تقول اعتقد انه هو كان سيلي كان احمق او اعتقد انه هو كان جريدي طمع يبقى الإجابة هي يا شباب i think the farmer is greedy اعتقد الفلاح كان جريدي طمع اعتقد انه تقوله يعني شيقة وممتعة النقطة الثالثة زي على فكرة دي المفروض تقرب شوية من هنا وهنا نفس القصة لان دي الكلمة واحدة ودي كلمة واحدة على بعضها طبعا الاتنين دول الكلمتين دول عكسي بعض ان يعني مستيقظ واسليب يعني نايم رقم اربعة نقطة بيعتبروا يعني مترادفات رقم خمسة عشان تحصل على الصفة من كلمة او من الفعل بنحط الخاتمة ايه او النهاية ايه طبعا هيا بتبقى يبقى لتر ايه بعد كده رقم ستة عشان تجيب عكس كلمة بيقول لي بيقول لي السبتة هتبقى في المدارة بسيط المكتبة بتفتح الساعة تمانية الصبح يبقى زودنا اس ليه لان ده مدارة بسيط مفرد فعلها باس رقم ثلاثة اه عندك زين يعني في مقارنة جود مش هتنفع جود تبقى بيتر افضل انك انت تشتري ملابس من المحلات عن شراءها اونلاين رقم اربعة مستر سابري هاز بين ات زي سكول فور توينتي ناينتين فور بيجو وراها المدة الزمنية مش السنة او بداية الاكشن لقى تبقى سينس قولنا فور بتحاول لسينس اخر نقطة عندي في سؤال الخامس سامي نقطة past all his exams last week last week عرفتني الزمن ده طبعا past simple ماضي بسيط يعني تصريف تاني ف past هنزود لها ايدي تبقى past وانا انتقل بعد كده يا شباب لاخر سؤال معانا اللي هو writing اكتب مية وعشرة كلمة a biography of a person you like اه سيرة اذاتية لشخص انت بتحبه ده طبعا عدة علينا كتير في محافظة اسوان عدة علينا وبعض المحافظات الاخرى قلنا هنا هتكتب عن محمد صلاح او عن اي حد من الافراد اسرتك اي شخصية انت بتحبها ومعجب بيها هتلاقي بيوجرافي صندوق الوصف بخصوص اه الشخص اللي انت بتحبه اه thank you very much and goodbye شكرا